بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النهار ده هعمل لكم ريفيو عن الجزامة القماش دي وهنشوف يا ترى هي فعلا عملية تستحق تشتريها ولا لأ وهنركبها مع بقى وهنعرف ازاي الاصلي من التقليد ونفرق ما بينهم لو عجبك الفيديو وعجبتك القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات اول باول دلوقت هنركب الجزامة العشرة دور الجزامة بتيجي في كارتونة بالشكل ده وبيكون عدد الرفوف مكتوبة عليها من بره زي كده مثلا يعني دي عشرة دور في مكتوبة عليها من بره عشرة وفيه منها خمسة دور وسبعة دور وثلاثة دور اعتقد وتركبها بياخد حوالي ستة خطوات ومحتويات الكارتونة بتيجي فيها حوالي أربع أصنف ومنهم صنف بيكون منه تلت أطوال اللي هي العواميد أول صنف هنشوفه مع بعض كفر الجزامة خمته قماش زي قماش الأكياس بتاع الهدايا وأتقل شوية وبيكون لي اتنين سستة وسكوتش وكمان لي جيوب من الجوانب عشان تحطي فيها الشربات أو ملمع الأحزائة تاني صنف العواميد العواميد المعدن بتيجي تلت أحجام بالشكل ده كل حجم له استخدام معين علشان كده هم عاملين اجتهت أحجام بحيث نكتفى الرأي ما بين كل استخدامه التاني والعواميد بتيجي على حسب عدد الرفوف بتاعت الجزامة يعني مثلا لو كانت سبعة أو عشرة دور بتيجي بالعواميد على حسب الرفوف اللي انتي طلبها قد إيه الصنف الثالث بيبقى الدعمات البلاستيك البيضة وبيكون بالشكل ده وبيكون لها أربع فتحات الصنف الرابع رفوف قماش اللي لونها رصاصي بيكون بالشكل ده وسعب بتيجي لونها أصمر بس هي بيبقى لها فتحتين من الجنب وبتبقى قماش بالمنظر ده تعالوا نركبها مع بعض ونعرف الخطوات الخطوة الأولى هنستخدم العواميد الطويلة اللي هي أطول مقاس هناخد عمودين لكل رف قماش اللي هو لونهم رصاصي وهنحطهم في الفتحات اللي هي دي علشان نشدة عليها القماش وتبقى رف كل اللي هتعمليه هتحطي العمود الكبير هنا في الفتحة دي والعمود الثاني في الفتحة دي على الرف وتعملي كل الرفوف بالشكل ده وتجهزيها علشان تكون كلها بالشكل ده الخطوة الثانية الدعمات البلاستيك البيضة زي ما قلت لكم ليها أربع فتحات خدوا بالكم جدا من النقطة دي في الدعمة في فتحة عالية جدا خلي دايما اتجاه الفتحة العالية الكبيرة دي لتحت وهقولك ليه لأن العالية دي بالدعمة البلاستيك هنركب فيها العمود اللي بيفصل الرفوف عن بعضها فلازم تكون بطريقة عالية عشان الرفوف يكون فيها مساحة ما بين بعضها والتاني هقول تاني أطول وأعلى فتحة في الدعمة البلاستيك خلي وشها لتحت علشان لما نجي نركب العواميد بتاعت الرفوف احنا هنركب أول خطوة العمودين الطوال زي ما احنا قلنا وشدين عليهم القماش اللي هو الرصاصي وبقى رف تاني خطوة زي ما قلنا ركبنا الدعمات البلاستيك من كل جانب حوالي أربع قطع في الرف الواحد في كل عمود بنركب دعمة واحدة والفتحة العالية زي ما قلتلكم ما تنسوش تخلوها الخطوة الثالثة هنجيب العمود اللي مقاس وسط اللي هو مقاس رقم اتنين وهنركب العمود ده ما بين الدعمات وبعضها يعني الرف الواحد هيحتاج اتنين عمود وسط لكل جانب واحد بس وهنحطهم جامد في الفتحة بتاعة الدعمة البلاستيك بالشكل ده وهنضغط عليهم ونتك كويس على كل قطعة ونتأكد ان العواميد رشقت في الدعمات اللي هي من كل جانب وهنعمل كده في كل رف بالشكل ده الخطوة الرابعة بعد ما جهزنا كل الرفوف وبقى فيها اتنين عمود كبير شدين الرف القماش الرصاصي ومع كل رف اربعة دعمة وما بينهم اتنين عمود كمان رشقين في الدعمة هنجيب العمود المقاس التالت اللي هو اصغر مقاس وهنركبه في الدعمة بالشكل ده وبالطريقة الرأسية دي وهنحطه في اكتر فتحة مفهاش علوه خالص هنركب كل الرفوف على بعض بنفس الطريقة دي وكأنك بتركب مكعبات او ميكانو او بتبني حاجة بطريقة رأسية او بتبني حاجة الفوق وهنتأكد ان كل عمود رشق في الدعمة البيضة وتمركز فيها وبقى ثابت فيها ده شكل الجزامة بعد ما تركبت زي ما انتو شايفين اول دور فوق بيبقى فاضي خالص مفوش اي رفوف علشان ده اللي بنحط عليه الجراب او الغلاف بتاع الجزامة الخارجية من برا علشان تحمي الاحزية من الطراب هنحط الجراب او الكافر بتاع الجزامة هو ليس سستين من قدام هنركبه على الجزامة من فوق بعد ما عملناها بقت بالشكل زي ما يكون عملنا بناء بنناها الفوق بقت زي ما انتو شايفين بالشكل ده الرفوف كلها متمسكة وكمان هنشوف يا طرى الرف الواحد بياخد كام زوج من الاحزية وبياخد حاجات تقيلة ولا لا تعالوا نشوف مع بعض واحنا بنركب الغلاف احنا ركبنا الكافر الخارجي للجزامة بيكون في الكافر اسكتش علشان لما ترفع الكافر تاخد او ترص فيه الاحزية خلينا اقول لكم الجزامة تحفى جدا وعملية وتستاهل انك انت تشتريها بس اهم حاجة لازم تسندها على حيطة او كمان يريد تسندها من جنب واحد على حيطة واحدة علشان ما تقعش طيب الجزامة ما ينفعش انك تسند عليها نهائي لان مكوناتها زي ما انتو شفتو خفيفة يعني هي مش خشب ولا حديد فما ينفعش انك تسند عليها او طفل صغير مثلا بيصحف يمسك فيها للأسف ممكن تقع ويحصل مشاكل واضرار طيب الرف الواحد بياخد حوالي اتنين زوج من الاحزية يعني اربع فرد شوز اما بالنسبة لأسعار الجزامة أسعار الجزامة العشرة دور حاليا بتبدأ من 180 جنيه ل 220 جنيه وده فرق السعر بيتوقف على حسب المستورد وهي درجة اولى ولا تانية لان المنتجات الصيني فيها برضو درجة اولى وتانية وفيه تقليد اما السبع ادوار بتبدأ من 150 ل180 والخمسة دور بتبدأ من 130 ل150 بس الافضل ونصيحة خد العشرة دور هقولك ليه الجزامة المساحة بتاعتها الفوق مش بالعرض يعني انت مش خسران حاجة بالعكس هتستفيد ان الجزامة هتاخد احزية اكتر لان مساحة الجزامة بتبقى بالعرض ففي كل الانواع بتبقى العرض هو اساس الجزامة مش الارتفاع او الطول طيب لو انت مش عايز جزامة ادوار كتير برضو خد العشرة دور هقولك ليه هيكون عندك رفوف بديلة واحتياطية ليك لو اي رف منهم حصلوا مشكلة وفي اخر الفيديو اتمنى ان انا اكون افدتكم وفعلا الجزامة عملية طبعا هي مش زي الجزامة الخشب او المعدن بس هي عملية وسعرها حالي وكويس جدا احنا قلنا الاسعار وطريقة تركبها وكمان عشان تعيش معك اطول مدة وعمر معك لازم تكون سندها على حائط علشان تقدر تحافظ عليها وكمان في الجنب بتاع الكفر في مكان للشربات وملمع الاحزية ما تنسوش لو عجبكم الفيديو وعجبتكم القناة تشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات اول باول وكمان هتلاقوا على القناة ريفيوهات كتير جدا عملية من البيت عندي علشان تشوفوا هي فعلا كويسة اولا لا اشوفوا الريفيوهات وشوفوا باقي الفيديوهات على القناة